صباح النور صباح الفل والياسمين صباح القيوة لبنينة ان شاء الله يارب نهاركم من اسعد ليا ميت اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين هاوك اليوم حضرت معاكم قاوتي خطر الفيديو البرح مصورتش معاكم وفيما برشف التعليقات خلولي سيدين قاوتي كاكل لولا قاوتي كاكل لولا ربي خليكم لي يا ربي وما يحرمني منكم ما يحرمني منكم وما انتريتكم وحبيت الرحب بكل مشترك جديد تخلي للقناة ربي بارك لكم يا ربي وفهمشكم في التعليقات قالت لي يا سمعت بقناتك في قناة والله انسيت شنو مزوز قنوات قالت هم لي حاصلوا في تعليق نقول لكم ارحبا بيك ونشكر اي قناة واي وحدة تكلمت عليها بالخير ان شاء الله يا ربي يخليكم ويفرحكم وربي عينكم ونسل كل وان شاء الله نشوفكم الكل في اعلى مرتبة يا ربي وان شاء الله توصلوا للي تتمنهوا ربي يفرحكم وربي يفرح كل واحد يقول فيها كلمة اه باية متتصوروش قدش الكلمة الباية هيكت اه يعني عرفتوا اللي بني تتهز المرار حتى لو كان انتي معناها بسيطة وكل اما الكلمة الباية بلحقة فرحك على الاخر ربي يفرحكم الناس الكل وما يحرمني منكم يا ربي ومرحبا بكل واحدة جديدة ومرحبا بل يتبعوا فيها بطبيعة اللي اه يعني منسي اني اه طيلة السنين هذي الكل على اليوتيوب ربي يخليكم ليه يا ربي حصيلوا لهني لبنيت عملت قهيوة اه شوفوا اه شرينا البرحة حليب اه حليبها كاية للبقري معناها جيت ان نغلي فيه الصباح وقد يجاب زيت الكسار ونا نلقاها نلقاها عادم معناها رايب وليت عملت قهوة كحلة وصغار كله ويغرد اه وعمل اهكل كاي قل شوفوا وزهر معناها وقت اللي محضر الكايك وكل الاحليب 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 ما طلع معناها ما يتشربش اه المهم وليت حطيت اه عملت يعني عملت اك القهوة الكحلة وعملت شوية زيتونة والصغار ساي معنا يخرجوا يقراوا لهني بش نقعد نفضر حصيلوا هيك وقت اللي نبدأ هيك عرفتو كل عندي وقت نخرج نقعد في التراس على خط اللي بنتكي نقعد في التراس ننسى روحي صدقوني ننسى روحي معناها قاعدة لهن بالحق ترد الروح وان شاء الله ياربي نتمنىكم الكل اللي قاعدين مباحذية لهنى شوفتو وقت اللي نبدأ فما شكون في التعليقات قالتلي قطلك بش تفد منها التراسة متاعك قطلك بش تفد منها خسارة فلوس وكهو هانك مرة بعد قداش تمشي تقعد فيه مش لازم كان الصباح معناها نصور لكم فالي العشية نجم نقعد لكثارية معناه نقعد لهنى هيك نجيب القرآن نقرأ لهنى فكل محلية صوتك العصافر وكل والله يعجبني علخ القاعدة فيه نبدأ مرتاحة عرفتو كي نقعد العشية نبدأ مرتاحة خطر ما وراية حتى شيء وبطبيعة خطر ما نشدش التليفون كم تروني لكثارية التصوير تصوير الصباح العشية معناها تليفون ديجا ما عش نحط عليه يديا اه كاو اه اما في الصباح معناها نجي نقعد وقت اللي نبدأ مورايش حاجة كبيرة مثال اليوم ما عنديش حاجة كبيرة وراية شفتو البرح ديجا قلب دار الكل دار نظيفة محليها ديجا حتى في الليل سهرنا في دار احميتي وتعشينا في دار احميتي عاد بالحق مفاية حتى شيء بخلاف لو روشة عملتهم وجيت حضرت قهوتي اه حصلوا كملت افطرت ولهني اللي بنات هزيت ساي يعني اللي فطرنا فيه خسلت المعون نظفت الدار بسحت الكوجينة اه وكهو ومبعد طيبت الفطور بطبيعة ولهني اللي بنات جيت لدارنا كلمتني ما قتلي سيرين ايجا معايا بش نعمل دوارة ولا بش نعمل العصبان حصلوا مشيت قلت اي برا مداميني فاضي يا شغل فاضي يا شغل عربتوا ما حلاها كيت بدا مكملة لوراك الكل مكملة دارك قرأت لوليد قلت هما لوليد الحقيقة يقراوا اما هوك سبت لحد ما يقراوش مخي مرتاح الحقيقة مشيت المرة هذية مخي مرتاح مولايا حتى شيء المهم اما قيتها غاصلة الدوارة لبنات وغاصلة الخضرة كل مصباح بش يشيحوا بالبيعي معنايا الخضرة ولهني ولهني جيت تاني بش نقص الخضرة وما قاعدة تقص فك الحم وتولد في الكرشة كان قاعدين نشوفوا فيها ما معنايا توليد كرشة بش نقرب لكم شوية عرفتوا لبنات الكرشة متاع العلوش تتقص نقصها معناها طريفات صغار ومبعد نبدا نولدوا فيها يعني القصرة البرانية تبعد على عرفتوا هما تحسهم تزوز جلود لسقين في بعضهم فهمتوا احنا نحلوهم كما نحلوا ولا ساشي معنايا كما شكاره وكما دي جا قاعدة تعمل فيهم هل هنا اختيجابتنا تاي خضر حصيل وكما تعرفوا العشق لاني في دارنا وعاشقه تاي والتي والله من نستمتع بيك نبدا هيك ملمومة مع دارنا ما عارش عليش المهم الي هني وناتين فازينا مشينا نصلي وضغلي وقعدنا ايني مشيت ايني سبقته خاطر ربش نقعد نقص وكل ننسى روحي معنا ما هوكم نقص نقص على روحي الي هني اللي بنيتشوفوا كيفاش التوليد الدوارة تقريتوا كيفاش تتحاول انها تحل الكرشة هديك تحلها كما الساشي نعرف برشة يتبعوا فيه اكيد يعملوا بطريقة هذية مع خاطر برشة برشة كل ما نعمل عصباني وقلوا لسينين كيفاش عملتها سينين كيفاش عملتها دي جاني اشهرة لتالي صورت لكم دوارة مع احميتي وفيديو تقريب كامل لنوريت لكم كيفاش نعمل وتوليد الدوارة معنا توليد الكرشة سمحوني كهم ما كملت عملتهم والكل وظهر لي هني قصة اللحم كملت قصيتيني الخضرة وجبت البصل كملت قصيت وبصل اخضر عرفتم ما تحب الدوارة كامل البصل اخضر وكل حاجة تكومك الخضرة يعني المهم اللبنية هوا كتشجعوا معانا اعملوا حتى انتوما مش لازم را والله العظيم شوفوا فهم عبيد تعمل برشة نعرفها معناها يعملوا العصبان ما بتجيج مش بتجيج الجيج لحقيقة كسكالوب ولا كدانتها كي يبدأ مطعم وبنين تتعمل بها هي الدوارة تافو لهني بقضية بيعفها معناها مهيش كاملة يعني لكبدة لحتى شي بخمساليف لهني تتباع مش مش كاملة كي ما قلت لكم وتنجموا تاخذو لها معناها الخضرة توار خضرة ما شاء الله متوفرة برشة وتنجموا تعملوا حتى بالداند ولا بسكالوب وكل وتنجموا تعملوا دوارة والله العظيم تنجموا حتى الطرف ليا معنا تفوح لكم ما غير حتى الحم اتوا ان شاء الله ترجمة نزولة ترجمة نزولة هوا هونياخ خفتان المونة حفلان نزولة معدنوص تصليقه وبصل اجراء الأشخاص قال لن أج sticks نعم اتباع الان والد جانب نضيف الملح أضيف الملح نضيف الملح هل شميتها او لا؟ ام احبتها بنتها واحدة جديد هل تحب النظيم؟ هل تحب طيبة؟ لا لا لكن تريد أن تحبه في المشاكل لا يمكن هل تحب المزر كنت تحضير المعينة كنت تجد السباق تجد السباق كنت تجد السباق أنت تجد السباق إنه يضوب المخدر قمت بك تجربة برشة يضيف تجربة برشة سيسمى هي الوالدها أريدكم برشا مرات في قانين توليد هذه الكرشة تتقسم بعض تتحلك الطبقة برشا يجب أن يقولون كيف تعملها توليد الدوارئ سيسمى توليد الدوارئ لقد قمت برشا مرات في قانين توليد الدوارئ سيسمى توليد الدوارئ وقتها توليد الدوارئ توليد الدوارئ لقد قمت بزيارة وعندما يتم تحضر كل شيء على الضحة ملتقية وكيف تحضير الكرشة لتحضير الكرشة وكيف تحضير الكرشة هم رام ساهلين يعني ساهلين جس للعمدة فكل عرفتوها كما قدركم الكرسى بعدها وكت عبدي ديريكت بالحشو ومبعد اللي بنات نحطوا عليها البلاصة اللي تبدأ يعني ما هيش مسكرة نحطوا عليها الردي كما تعمل الماء وبعد ندوروا عليها السيسم هم هما هذوكم المصراء المعنى حبيتنا اسألكم السيسم هو الردي هذوك اللي بنتمتع العلوشة اللي ما هذوك اللي تغطي بي ما شاء الله الدوارة هذية عندها ياسر ردي معناها ما شاء الله كبير عملنا اللي عملنا وباقي فضل منه برشة قلولي أعطيني أفكار شنوها تعملوا بي خطر ساعات هيك نشوف برشة هيك في التعليقات ولا حتى باجيت متاعها تطبخوا كل يقولوا ردي نعملوا به مثلا منعنش كان صحيح كلمي وإلا لا يعملوا به لم تبقى هذي كمتاع الجنوب في بالي حاصلوا يعنوا بي شنو آخر هو هذك اللي بنيتر دي ما شاء الله قعد لنا برشة ما نعرش إذا هو هذك هو صحيح معنا يعني مش غالطة ولا لا قلوا لعتوني يعني في التعليقات أفكار شنوها نجموا نعملوا به أنا الحق ناوي نعمل لكن لم تبقى متاع الجنوب برغم ذقتها معنا ذقتها عند واحدة قبل جتل دارنا وعملتنا كونتيتي كبيرة ما بلش هذيش حم ولا بلش الاردي هذا ان شاء الله ناوي نعمل حتى هكا كمية صغيرة ونشوف كيفش تطلع هكا كهو اللي بنيت نش نكملوا توا الدوارة متاعنا ونادين أختي في الوقاية هذيش حضرتنا عملتنا كيك ونبعد بش نكمل اني نحضرها معاكم فما برشة في التعليقات سعى تسألوني عليها الكيك كيك دريم هذيك دريم كيك مش كيك دريم دريم كيك بش نمريكم اللي بنيت كيفش نعمل كريمة اللي فوقها وكهو حسيبو والله اللي شدت معانا ايد جيمله هكا على قل حاجة كما هيكا عرفتو كلوقت اللي تحيرت مد تعملت نجمت عم بيوم كوسكسية تعملهم مفورين تتفورهم وتحطهم في الكوشة ناوي ان شاء الله نعملهم مع صلطة مشوية هيكا واجي محلاء اول مرة الحق بش نجربهم مفورين قال ابنت خالي هكا قالت عملوه مفورين وفي الكوشة اه و اه ولا روز ولا حسيبو جيبو كل شيء وكما قتلكم تنجموا حتى توا معا غلي الدنيا يعني غلي التوجيج الحمدول الله الخص وكل تنجموا اللي بنيت تعملوا كما هيكا وتعملوا بلا اسكالوب ولا داند وكل تلقاوا بش الطيب وعرفتو كل ما يعني نطلعوا الافكار من هي بش بش كالوحده تمشي روحها اه خاطر بالحق وصلين مرحلة كبيرة معناها مانيش حتى يعني نحكي حتى على الناس اللي تبدأ قد قد وكل هوا كافكار والله العظيم ما تتكلفش جملة نعرف بارش كيمو قتلكم يعملوه حتى بالجيج معنا بتتكلفلهم مش متكلفلهم في حقة جيجة بخضرتها بكله كيمو قتلكم هني يبيعوا فيها مش كاملة بخمسة الاف حاصلوا اللي بنيت بعد ما كمنا الدوال ارتحنا عليها وما في الوقاي تضايق قعدة حاصلوا بتعمل فيها بكل كيمو قتلكم بالخيط حاصلوا ان مش متتفرتش معناه في وسط السوس ولي هني قيت اختي عملتك الكيك بش نطيب لها انيك الكريمة متاع نشي خديت نصف ايت راحلي بعليهم ثلاثة مغارف نشي وثلاثة مغارف كاكاو وثلاثة مغارف سكر بش نطيبهم كيما نطيب الكريمة يعني متاع نشي اللي بنيت ومبعد نزيد لهم طوابع شوكولاتة بهي دريم كيك تجيبك الشوكولاتة هديك تحطها يعني من فوق تبقى متاع شوكولاتة تبدا عرفتو كل هيكة تبدا من فوق تبقى شوكولاتة ومبعد تلقى الكريمة ومبعد تلقى الكيك عملتها معاكم اني كيك على وصولها اما تولينا نختصره في الوقت وليت نرمي شوكولاتة في وسط الكريمة وما نحكي لكم اشعل بنا متاع الكريمة كيفاش يجي معاك يعني كل شوكولاتة هديك اضوفي وسطها راهي بنا منور العقل ايه هدي اكثر كيك بعض الكيك العادية نعملوه في الدار معا عرفتو كل داخلة في في روتينة كيما اقولوا متاع الحاجات الحلوة ماذا بينا ديما نعملوها قطركم اني ديجان حب ديما الكيك من اللوش عليه جملة والله لندور بيه بالكل اما كتبدا هيكة قدتو فيها الكريمة كيما هيكة وكل تعجبني الوحيدة اللي نجم ناكل المرسوم متاعي الكل الهني اللي بنات مش انسقاها اخذيت شوية حليب ونسكا فيه وعندي روح البفريوة حطيتهم ابعضهم وسقيت بها الكيك لازمها جي مسقية هيكة عرفتو كتبدا هيكة تبدا ذوفل فهم حاصلوه خاصة كتبدا بيردة والهني كملت صبيت عليها الكريمة نحكي لكم مش على بنت الكريمة وكهو اللي بنات خليوها تبرد روحة تشد روحة شوية تاو الدنيا بيردة فيس عما معناية تشد روحة وتتقص وكهو جيت لهنية تاو بش نخسل المعون تعرفو حوس الذوارة والمعون اللي يتلم بلي بش تخسل تخسل وما باقي ما باقي معناهم يتلم الشي كملت خسلت المعون وبطبيعة عملت دورة في عزيزة حاصيلو سامع علي في مساكن بش حلو عزيزة ما نعرش ان شاء الله يا ربي حلولي عزيزة بحث داري بشك ديما نعمل طلع علي حاصيلو كل ما نجي لدارنا لازم بش نعمل طلع لحقيقه ما شوفتش البروموم بتاع المرة هذيها شو جايبين اما مشيت عجبوني برش حاجات اما الحق ما خديتش خديت حاجتين انتشوفوهم معايا غدوة وقت اللي نحطهم في الكوجينة مشيت عملت دورة وكهو حاصيلو كملت نهارية في دارنا وان شاء الله غدوة نضيبو مبعض مرسكسي بالدوارة خطر ما حابينش نضيبووه في الليل كيف قتلكم وكهو اللبنيت اضاي نهاري كيفش تعد لعق ما عاش لاقي ونحط المعاون حسين فقط شبهيك نحط فيه وكهو هذي الدوارة متاعنا وللعصبان هيك نكون وصلت بكم لاخر الفيديو ان شاء الله فيديو اليوم ما عجبكم لبنية تبوسة كبيرة لكم وعلى خير شكرا لكم